أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَرُونَ الرابع في مقارنة بين العلمانية والإسلام أيهما أفضل ونترك الحكم للغة العلم لغة الحقائق العلمية الدراسات التي سنأتي بها أيها الأحبة هي من صنع العلمانيين أنفسهم في تقرير جديد وصادم صادم للشعب الأمريكي ليس لنا نحن لا نتفاجأ بهذه النتائج لأن كل من يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين كل من يبتعد عن طريق الله لابد أن يصاب بالعمى عمى النفس وعمى البصيرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا التقرير أصدرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا وهي رقم واحد في إحصائيات الأمراض المنقولة جنسية لديهم طبعا لماذا يهتمون بهذا الأمر لماذا لديهم مجموعة كبيرة من المراكز ومجموعة كبيرة من المليارات ينفقونها لأن هناك كارثة تحدث باستمرار فيقومون بعلاجها ولكن لا يستطيعون إيقافها لأنهم يتبنون قوانين العلمانية التي تجعلك أيها الإنسان تذهب إلى الهاوية وعندما تقع يحاول أن ينقذك بعد أن تقع الكارثة تقول هذا التقرير يقول إن عدد المصابين بأمراض جنسية خطيرة يزداد بشكل كبير على الرغم من الإجراءات الكثيرة والنصائح الكثيرة التي يقدمها الأطباء ويسجل أكثر من عشرين مليون إصابة جديدة كل عام في فقط الولايات المتحدة الأمريكية يعني ضمن هذه البقعة التي هي بحدود ثلاثمائة مليون شخص هناك عشرين مليون شخص يصابون بأمراض منقولة جنسيا كل عام كل عام هذا الكلام تقدر تكلفة هذه الأمراض تعلمون بكم أيها الأحبة ستة عشر مليار دولار كل عام تنفق على علاج هذه الأمراض طيب ما الحل بسيط الإسلام أعطاكم حلا بسيطا حل عملي توفر الأمراض وتوفر الآلام والاكتئاب وتوفر مشافي وتكاليف وتوفر ستة عشر مليار دولار هذا فقط في أمريكا طيب لماذا تقول الإسلام بحاجة إلى إصلاح الإسلام بحاجة إلى إعادة كذا الإسلام ليس دين سلام طيب يعني أنا أرى أمامي أرقام مرعبة حقيقة يقول الخبراء أن سبب انتقال هذه الأمراض بسهولة بين الناس هو ممارسة الزنا والشذوذ الجنسي أو المثلية طبعا يقولون أن العواقب خطيرة ستكون على المدى البعيد لأن الأمراض الناجمة عن تلك الأمراض يعني تحملها شابات يصبنا خمسة وعشرين ألف منهن سنويا بالعقم وصرطان عنق الرحم كنتيجة الإصابة بتلك الالتهابات هناك خمسة وعشرين ألف شابة تصاب بصرطان عنق الرحم ويصبنا بالعقم نتيجة للالتهابات الناتجة عن الأمراض الجنسية أو المنقولة جنسيا هل علمتم حجم الكارثة أيها الأحبة هل يوجد إنسان عاقل يقول أن هذا الكلام صحيح هل يوجد إنسان عاقل يقول أن انتشار الزنا هو شيء جيد أيها الأحبة أنا لدي هنا لدي هنا الحقيقة يعني شيء مرعب والله أيها الأحبة الذي يتأمل الإحصائيات المرعبة التي تقدمها الأمم المتحدة يعني بالفعل يذهل يذهل إليكم هذا البحث الذي نشر في مجلة العلوم الأمريكية هذه ليست مجلة إسلامية مجلة العلوم الأمريكية الشهيرة نعرفها جميعا وجدوا أن فيروس الإيدز عندما تعقبوا مصدره وجدوا أنه يعود لفترة العشرينيات من القرن الماضي وأوضح التقرير أن رواجا في تجارة الجنس وزيادة سريعة في السكان واستخدام إبر غير معقمة في العيادات الصحية كان هو السبب في انتشار هذا الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية إذن سبب هذا الوباء هو الزنا أنتم تقولون ذلك ليس نحن الدراسات أيها الأحبة والله الواحد يخجل من مثل هذه الدراسات يعني أنا مثلا لدي هنا دراسة في جامعة كامبرج هذه ليست آية قرآنية وليست جامعة إسلامية جامعة كامبرج هل سمعتم بها أيها العلمانيون ماذا تقول في عام 2013 أدخل إلى جامعة كامبرج وابحث عن الأبحاث الصادرة حول بورنوغرافي أي الإباحية عام 2013 ستجد هذا البحث الذي استخدم العلماء فيه تقنية التصوير برنين المغناطيس الوظيفة لأدمغة مجموعة من الشباب المدمنين على مشاهدة الأفلام الإباحية النتائج كانت صادمة للعلماء أنفسهم وجدوا أن طبعا الدكتورة فيليري فون قامت بهذه الدراسة تقول بالحرف الواحد لقد وجدنا نشاطا هائلا في منطقة في الدماغ مهمة جدا مسؤولة عن المكافأة والتحفيز والسعادة منطقة السعادة في الدماغ يحدث فيها نشاط هائل تقول إن هذا النشاط يحدث أثناء تعاطي المخدرات وأثناء مشاهدة المشاهد الخليعة انظروا كيف قرنوا بين المخدرات وبين المشاهد الخليعة أيها الأحبة تقول طبعا الدراسات العلمية يقولون في كل ثانية هناك أكثر من 28 ألف إنسان يدخلون إلى مواقع إباحية على الإنترنت طبعا هذه التجارة تدر المليارات عليهم فلماذا يقدم لك نصيحة بالامتناع عنها هؤلاء يجمعون الأموال على حساب البشر على حساب أمراض البشر وموت البشر يجمعون الأموال هذه الظاهرة تؤثر سلبيا على الدماغ بمجرد أن تنظر إلى مشهد جنسي على الفور يزداد إفراز مادة التستيرون ومادة الدوبامين ومواد أخرى طبعا تشكل فيضانا يجتاح الدماغ ويسبب إرهاقا لأنظمة عمل الدماغ في حال تكرار هذه العمليات عمليات المشاهدة وكلما زادت مشاهدتك المقاطع الإباحية يزداد هذا الإفراز مما يؤدي لتلف مناطق مهمة في الدماغ أيها الأحبة وبخاصة كما يقولون هم جامعة كامبرج منطقة الناصية بريف رونتلوب هذه المنطقة المهمة في اتخاذ القرار المهمة في الذكاء في التوجه في الإبداع في القيادة هذه الناصية تتدمر لذلك أحد العلماء الغير مسلمين طبعا يشبه إنسان فقد السيطرة على ناصيته بإنسان يسير بسيارة بسرعة هائلة من دون فرامل من دون مكابح فهنا أيها الأحبة يعني أنا دعوني أقرأ لكم بشكل حرفي لأننا مللنا والله من هؤلاء العلمانيين والملحدين كلما جئنا بحقيقة يقول من أين تأتي بهذه التخارف لذلك يعني أنا قررت أن أقرأ حرفيا أقوالهم لكي يعني إذا أحببت أن تناقش ناقش هذه الجامعة التي أصدرت الدراسة الدكتور إيريك نيستل هو عالم أعصاب يؤكد أن إدمان المخدرات يؤثر على الدماغ بل يعيد تشكيل الدماغ تشكيلا سيئا الإدمان على المخدرات والدكتور نورمان دويدج يقول في كتابه الدماغ الذي يغير نفسه هذا عنوان الكتاب أترجم لكم يؤكد أن المشاهد الخلاعية البرنوغرافي تحدث تغييرات خطيرة في الدماغ وتجعل من يشاهدها في حالة استنفار دائم وإدمان على المشاهدة من دون سبب فنجده يتنقل من مشهد لآخر مثل المجنون ويزيد احتمال ارتكابه لفعل فاحش بنسبة كبيرة جدا يعني هذا الانسان الذي يشاهد يزداد احتمال أن يغتصب يزداد احتمال أن يرتكب الزنا يزداد احتمال أن يتحرش مثلا إذن أيها الأحبة جذور التحرش من أين تأتي من النظر ومن هذه المشاهد الإباحية ينبغي ينبغي أن تمنع نفسك عن النظر لما حرم الله خذ هذا الحديث الذي قاله حبيبكم عليه الصلاة والسلام طبعا هناك بعض الناس يكذبون أحاديث النبي للأسف يعني ولكن هذا حديث رواه الحاكم والطبراني قال عليه الصلاة والسلام إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من مخافة مخافة الله تعالى أبدلت أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه بالفعل أيها الأحبة جرب أن تترك النظر إلى كل واحد منها يتعرض في التلفزيون في الشارع إلى مناظر مختلفة جرب أن تطبق هذا الحديث لمدة يوم واحد وتقول أنا سأترك النظر مخافة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنة أن تذكر هذه الآية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه العظم أيها الأحبة لم يقل من خاف ربه من خاف مقام ربه المقام مقام الله يمثل الكبرياء يمثل العزة لله سبحانه وتعالى له انطباعك يعني يمثل أشياء كثيرة في دماغ المؤمن لذلك قال تعالى ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جرب أن تترك النظر لما حرم الله فقط قل أنا سأترك مخافة مقام الله لمدة يوم واحد وانظر مقدار السعادة الذي ستشعر به وهذا الحديث يتفق مع العلم أيها الأحبة سأقول لكم لماذا الذي يضعف هذا الحديث الحقيقة لا مشكلة يعني ولما الحديث لديهم رأي ولكن أرى أنا كدراسة لهذا الحديث من الناحية العلمية أراه صحيحا مئة بالمئة وفيه إعجاز لماذا جامعة جامعة كامبرج عندما تقول هناك فيضان من هرمونات السعادة تتدفق عبر الدماغ في منطقة تسمى منطقة السعادة أو مركز المكافأة الدماغ لديه طاقة محدودة ولديه عدد محدود من هذه المواد لا يستطيع أن يصنع كمية لا نهائية من هذه المواد هو بشكل مسبق يختزن كميات محددة عندما تنظر إلى المقاطع الإباحية النساء المتبرجات وغير ذلك ما الذي يحدث في دماغك الذي يحدث أن هذا الدماغ يبدأ بإطلاق هذه المواد الهرمونات ومواد أخرى تشعرك بلذة معينة ثم تكرر مشاهدة هذه المقاطع فتتكرر اللذة ويبدأ الدماغ بإطلاق هذه المواد حتى يستهلك المواد المخزنة فيبدأ بتصنيع مواد جديدة فلا يعني يعني استهلاكك أكثر مما يصنعه مثل الإنسان يعني يستهلك أكثر مما ينتج سيقع في نقص في عجز ما الذي يحدث بعد ذلك تفقد لذة السعادة لماذا؟ لأن هذه الهرمونات هرمونات السعادة ستنفذت وأصبح جسدك عاجزاً عن تصنيع إلا كميات قليلة منها لأن هذه المواد تحتاج لفيتامين ومواد معدنية وعناصر غذائية مهمة جداً غير متوفرة بشكل دائم في جسدك وبالتالي تبدأ تشعر بالسعادة طبع عندما تمتنع عن هذا النظر ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن هذه المواد والهرمونات تبقى مختزنة لديك عندما تأتي أهلك الزوجة أو عندما تتزوج مثلاً أو تكون متزوج وتمارس يعني هذه العملية الطبيعية مع زوجتك ما الذي سيحدث؟ ستشعر بكمية سعادة كبيرة جداً 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 لأن دماغك اختزن هذه الهرمونات يطلقها مثل فيضان فجأة فتشعر بحلاوة وبلذة كبيرة جداً أيها الأحبة فهذا هو التفسير العلمي للحديث لذلك يعني الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة الله يريد أن يتوب عليكم لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك أيها الإنسان وهو الذي أعلم بدماغك وأعلم بجسدك وأعلم بحياتك وبمستقبلك وهو أعلم عز وجل بما يصلحك وأعلم بما يحقق لك السعادة لذلك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة أيها الأحبة الإمام علي كرم الله وجهه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة رواه أحمد والترمذي وأبو داود أنظروا أنظروا إلى الكلام العلمي يتفق مع العلم يتفق مع ما يقوله العلماء العلماء يحذرون من النظر إلى المشاهد الإباحية ويقولون يحدث تأثيراً في دماغك يشبه تأثير المخدرات وأنتم تقولون عندما يأتي القرآن ويمنعك من النظر ليحفظ لك هذا الجسد ويحفظ لك دماغك ويحفظ لك سعادتك تقولون هذا تخلف طيب لماذا تقبلون الدراسة عندما تأتي من الغرب وترفضونها عندما تأتي من الإسلام حتى الآن أيها الأحبة الغرب فشل تماماً في أن يقدم أي إجراء عملي للأمراض الجنسية والمنقولة جنسياً فشلوا تماماً في أن يقدم أي تطبيق عملي لمنع حالات الاغتصاب ومنع جرائم اغتصاب الأطفال بخاصة الإسلام بكل بساطة أيها الأحبة منع النظر منع أسباب وجذور هذه الظاهرة وفر عليك مليارات الدولارات وفر عليك قضايا التحرش وغيرها وصال لك هذا الشاب ومنحه السعادة أيضاً لا تظن أن التحرش فيه سعادة لا تظن أن الزنا فيه سعادة كله يرهق الدماغ ويعطيك نتائج سلبية على المدى البعيد بينما عندما تمتن عن النظر لما حرم الله والله ستجد لذة لا تجدها لو نظرت إلى نساء الدنيا كلهم لا تجدها إلا في الامتناع عن النظر مخافة مقام الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها هذا تحذير أيها الأحبة هل نجد مثله في العلمانية يعني أنا تمنيت أجد شخص علماني واحد يحذر من خطورة الزنا بالعكس يطلق لك العنان يقول للمرأة أخرجي كما تشاء يقول للرجل افعل ما تشاء انظر كما تشاء مارس ما تحب المهم أن يكون الأمر بمرضات الطرفين ولا مشكلة وعندما تقع الأمراض وتقع الكوارث والمشاكل يقول لك هناك شرطة وهناك سجن وهناك إجراءات طيب أنا أريد أن تمنع هذه الكارثة قبل أن تقع لا ننتظر لتقع الكارثة لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيه مبطاعون والأوجاع والأوجاع لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هذا الحديث رواه ابن ماجا وحسنه الألباني يتحدث عن أوجاع ستظهر لم تظهر في الأسلاف السابقين هناك طاعون وأمراض ستظهر يعني أنا لا أستبعد أن هذا الطاعون المسمى فيروس كورونا أن يكون هو بسبب انتشار الفاحشة ما الذي يمنع من ذلك أن يكون سبب الظلم وانتشار الفواحش لأن النبي أخبر عن ذلك ظهر الإيدز وظهرت أمراض جنسية كثيرة وبكتيريا كثيرة تصيب الشاذين جنسيا وظهر فيروس كورونا وغيره وهذا الطاعون الله يعاقب به بعض الناس ولكنه رحمة للمؤمن قد يصاب به مؤمن ولكنه رحمة له وله أجر الشهيد أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تحذيرا عمليا أن هناك أمراض وأوجاع ستقع إذا استمريتم بهذه الفحشة وأعلنتم بها وأصبحت علنا أي كثيرة يعني فأيهما يتفوق هنا سؤالي أنا العلمانية أم الإسلام العلمانية تقول لك افعل ما تشاء ولا مشكلة أمراض جنسية موت اغتصاب لا مشكلة المهم أن تفعل ما تشاء هكذا تتركك إلى مصير مجهولة الإسلام يريد أن يحفظك يحافظ عليك يريد أن يطهرك يتوب عليك يريدك إنسانا زكيا إنسانا فعالا في المجتمع إنسان قوي إنسان تتمتع بسعادة تتمتع بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض هذا هو هدف الإسلام أنا بالنسبة لي شخصيا أنا أفضل أن أتبع الإسلام في هذه الناحية لأنه يضمن لي الصحة والقوة والسعادة والحياة المطمئنة ويوفر علي المال لأن هذه الأمراض تحتاج إلى تكاليف هائلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بهذه المعلومات من شاء من عباده إنه سميع قريب مجيب إن شاء الله في اللقاء القادم سنتناول قضية جديدة في المقارنة بين العلمانية والإسلام ولن نتحدث إلا بلغة الحقائق العلمية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أَإِلَاهٌ مَّا اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ